انجيل يحنى أحبائي بيتكلم عن هوية يسوع المسيح من زوايا متعددة بيتكلم عن هوية يسوع المسيح مش بس كصانع المعجزات فالمعجزات شئ طبيعي شئ تلقائي من شخص يسوع المسيح بما معنى آخر حيث وجد يسوع المسيح المعجزات شيء طبيعي لأنه كانت تخرج منه قوة قوة كائنة بل كامنة من شخص يسوع المسيح من خلال هذه المعجزات نشوف حقيقة يسوع المسيح المحبة المتجسد المحبة الذي أعلن لنا قلب الآب المحب اتجاه الإنسان المحتاج فالمسيح كان يجول يصنع خيراً هذا الخير أحبائي بتشوفه فيه في عدة معجزات وفي عدة تعليم اللي بيلمس النفس والروح أيضاً وبيغير خدمة يسوع المسيح هي حول التغيير الكامل تغيير الإنسان ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر